هذا الكورس المميز أهم 200 مصطلح باللغة الإنجليزية كما وعدتكم سوف نحفظ هذه المعلومات 100M من أول مرة الذي يجب أن تفعله الآن كرر بصوت مرتفع جميع الكلمات حتى تحفظها أقل شيء خمس مرات اكتب بكراسك باستخدام الكراس والقلم وقم بإجراء الاختبار في نهاية هذا الحلقة خلال 10 دقائق راح نحفظ مصطلح جديد خلينا نراجع ورشي الكلمات والمصطلحات اللي مرت عليها من الحلقة الأولى إلى هذه الحلقة الحلقة السابعة هذا المصطلح الأول كان عندنا بإمكانك مراجعة هذا الكورس كامل ستجد الرابط أسفل هذا الفيديو أيضا ارجع وراجع هذا الدرس واحفظ جميع المصطلحات باستسلسل ومصطلحنا لهذا اليوم راح نتعرف عليه الآن قبل كل شيء اضغط على اشتراك سبسكرايب في القناة واضغط لايك على هذا الفيديو أيضا حتى تحصل على جميع الدروس المجانية من قناة سفيرس أكاديمي وضروري أن تفعل زر الجرس أيضا حتى تصلك الإشعارات حين نشر أي درس جديد مجاني على هذه القناة إذن اشترك في القناة وفعل زر الجرس هذا مهم جدا وأيضا بإمكانك أن تجد هذا الكورس كامل بالتسلسل من الحلقة الأولى إلى هذه الحلقة تدخل على قناة سفيرس أكاديمي تروح على بلاي ليست اللي مضللة هنا تضغط عليها راح تطلع عليك جميع الكورسات الموجودة روح على اختيار اللي هو هذا بالتحديد أهمية مصطلح باللغة الإنجليزية مجرد أن تضغط على هذا الفيديو راح تطلع على جميع الحلقات من البداية مصطلحنا لهذا اليوم هو بمعنى توقف عن العمل مركبة أو آلة أو شيء توقف عن العمل فلنقرأ خمس مرات الآن أقرأ معي قرأنا خمس مرات ممتاز أحسنت راح نحفظ هذه المصطلح وجميع الكلمات المهمة من أول مرة توقف عن العمل الآن أكتب فيك الرأسك هذا المصطلح وأكتب معناه أمامه الروح للأكلمات المهمة الجديدة اللي راح تمر علينا هي سنوستورم سنوستورم عاصفة ثلجية منع 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 نظام الصحي النظام الصحي نروح المثال الأول على كلمة break down our car broke down at the side of the highway in the snowstorm تعطل سيارتنا على جانب الطريق السريع في العاصفة الثلجية فلنقرأ هذه الجملة أنا وأنت بصوت مرتفع خمس مرات من الآن our car broke down at the side of the highway in the snowstorm إذا تريد معرفة لماذا هنا broke down هذا فعل ماضي لbreak down our car broke down at the side of the highway in the snowstorm our car broke down at the side of the highway in the snowstorm our car broke down at the side of the highway in the snowstorm آخر مرة نقرأها our car broke down at the side of the highway in the snowstorm ممتاز نروح المثال الثاني preventing a breakdown of the healthcare system منع انهيار نظام الرعاة الصحية فلنقرأها خمس مرات الآن وآخر مرة نأخذ ملخص الحلقة بشكل سريع مطلحنا break down الجملة الأولى our car broke down at the side of the highway in the snowstorm مثال الثاني كان preventing a breakdown of the healthcare system ممتاز خلينا الآن ننتقل إلى الاختبار exam time ركز جيدا معي من الآن سؤال أول fill in the following blank املأ الفراغات التالية preventing a فراغ of the فراغ care system املأ الفراغين اكتب لي الأجوبة بالتعليقات املأ الفراغات والأجوبة للسؤال الأول في التعليقات ضروري جدا preventing a فراغ of the فراغ care system السؤال الثاني translate from Arabic to English منع انهيار نظام الرعاية الصحية كيف نقول هذه الجملة باللغة الإنجليزية مرت علينا ترجمها إلى اللغة الإنجليزية الآن واكتبها أيضا بالتعليقات حتى أمر وتأكد أنه فعلا أنت حققت هدفك وتعلمت وحفظت من أول مرة رحل السؤال الثالث read aloud اقرأ بصوت مرتفع الآن اقرأ هذه الجملة بصوت مرتفع طيب إذا قرأتها بالطريقة اللي راح أقرأ بيها الآن فأنت قرأتها صحيح وإلا قم بتكرارها خمس مرات حتى تتقن اللفظ الصحيح إذا قرأت بها الطريقة انتقل للتالي وإلا كرر خمس مرات تتأكد من حفظها بشكل جيد أما السؤال الرابع والأخير write the following word or sentence أكتب كلمة break down أكتبها في التعليقات الآن انتظر إجاباتك break down ممتاز انتظرني بالحلقة القادمة إن شاء الله راح يكون لدينا مصطلح جديد ونكمل هذا الكورس المجاني عبارة عن أهمية مصطلح باللغة الإنجليزية وتأكد أنه أنت تحفظ جميع الكلمات والمصطلحات المهمة باللفظ الصحيح بالكتابة الصحيحة من أول مرة مشاهدة لهذا الحلقة إذا ما حفظت من أول مرة أنصحك أن تراجع هذه الحلقة ضروري جدد حتى تحفظها تنتقل وتطور باللغة الإنجليزية شكرا لك عن المتابعة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس المجانية هنا إذن شكرا لكم عن المتابعة وألقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله إلى اللقاء